اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة التعليم الفني ان شاء الله حلقتنا النهاردة هتكون مخصصة لطلاب الصف الثاني من مدارس الزراعية تخصص انتاج الحاصلات البستانية وحنستكمل فيها حلقاتنا وكلامنا على نوع من انواع الزراع ونمط من انواع الزراع المستحدثة وكان الغرض من استحدثها هو المحافظة على صحة الانسان وانتاج نوع من الغذاء فيما يسمى الغذاء الامن وده الجزء اللي احنا تناولناه في مادتنا مادة الزراع الحاوي في مادة الزراع الحاوية لما جئنا تكلمنا تكلمنا على النمط من الزراع مستحدث تم استنباطه لما ظهرت مجموعة من المشاكل نتيجة نظام الزراع التقليدية واستخدام مجموعة الاسمدة الكيميائية المختلفة ومجموعة المركبات التي تستخدم في مكافحة الامراض ومكافحة الافات ومكافحة الحشائش ومرة ترتب على ذلك من اثار سلبية على صحة الانسان في الزراع الحيوية كنمط من انماط الزراعة احنا بنعظم استخدام المكونات البيئية ومن ضمن المكونات البيئية التي تستخدم في نظام الزراع المحمية ما يسمى بالاسمدة الحيوية او الاسمدة العضوية عندنا في مجموعة كبيرة من الاسمدة حنتكلم عليها وانواع الاسمدة لما بيتم استخدامها في تسميد الارض واضافة العناصر الغذائية لزمنهم والنبات فانا هنا بقى استغنى عن جزء كبير من انواع الاسمدة التي كانت تستخدم في النظام التقليدي فيما يسمى بالاسمدة الكيميائية فعن شاء الله حلقتنا النهاردة هتكون مخصصة بمعرفة انواع الاسمدة المختلفة في الزراعة الحيوية للزراعات او للحاصلات البستانية اول نمط من انماط الاسمدة المستخدمة استخدام الكائنات الحية كمخصبات في نظام الزراعة الحيوية انا ممكن استخدم مجموعة من الكائنات الحية وعظم استخدام مجموعة الكائنات الحية اللي موجودة في التربة بما يساعد في اما تيسير العناصر الغذائية اللازمة للنمو النبات او ان انا اساعد في مكافحة الافات والمسببات المرضية التي تؤثر على النبات النوع الثاني اللي عندي فيما يسمى بالاسمدة الخضراء من اسمها اسمدة خضراء معناها هي مجموعة نباتات انا بستفيد بيها كعنصر سمادي بيتم اضافتها او خلطها بالتربة لتوفير العناصر الغذائية اللازمة للنمو النبات النمط التالت الاسمدة العضوي ودي يمكن نوع مشهور جدا في نظام الزراعة التقليدية دايما لما بنيجي نزرع اي نبات في الزراعة التقليدية بنقول اسماء اعداد الارض للزراع بيتم اضافة نوع من انواع الاسمدة العضوية وبنقول هذه الاسمدة بتكون تامة التحلل لاضافة العناصر الغذائية اللازمة للنمو النبات يبقى عندنا من الاسمدة المستخدمة في الزراعة الحيوية الاسمدة الخضراء الاسمدة العضوية واستخدام الكائنات الحية كمخصبات واخيرا المستخلصات الحيوية يبقى عندنا في مجال الزراعة الحيوية بيتم استخدام اربعة انواع من الاسمدة اول حاجة الاسمدة الخضراء وزي ما احنا هنشوف بالتفصيل شوية ايه هو يعني السمدة اخضر وكيفية استخدامه وكيفية وما هي الشروط الواجب مراعتها في نبات لكي يصبح كاحد انواع الاسمدة الخضراء عندنا ايضا الاسمدة العضوية بانواعها المختلفة ومصادرها المختلفة هنتكلم عليها وحنعرف ما هي العوامل المؤثرة على تركيب هذه الاسمدة وامت السمياد العضوي يكون القيمة الغذائية بتاعته للتربة عالية وامت تكون القيمة الغذائية للتربة منخفضة ايه هي اهم العوامل التي تؤثر على تأثير ومكونات السمياد العضوي عند ايضا نمط من انواع الاسمدة تسمى استخدام الكائنات الحية كمخصبات في التربة واخيرا فيما يسمى بالمستخلصات النباتية يبقى عندي هنا اربع انواع من الاسمدة الحيوية او الاسمدة المستخدمة في تسميد التربة في الزراعة الحيوية هي الاسمدة العضوية والاسمدة الخضراء واستخدام المستخلصات الحيوية واستخدام الكائنات الحية كمخصبات ونبدأ نشوف اول نوع من الانواع الاسمدة الخضراء هنا انا ما بستخدمش سماد كيماوي معنى كلمة سماد اخضر هنا بنيجي كلمة حتى في الجزء المناداء في المحافظة على مجال البيئة بتسمى حاجة ما يسمى البيئة الخضراء بيئة خضراء معناها ان انا بارجع بالبيئة بتاعتي الى العناصر الطبيعية اللي موجودة فيها ما بستخدمش فيها الكيمويات يبقى هنا لما بتكلم على سماد اخضر معناها ان انا باستخدم نباتات هذه النباتات بيتم خلطها في الطربة لتوفير العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات بما يوفر علي استخدام الاسمدة الكيميائية التي تعود على صحة الانسان بالضرع فنبدأ اولا بتعريف السماد الاخضر بنقول الاسمدة الخضراء هي عبارة عن مواد نباتية يتم خلطها بالطربة وهي خضراء او عقب اجتمال نموها مباشرة لتحسين خواص الطربة يبقى السماد الاخضر مجموعة من المواد النباتية بيتم خلطها في الارض يعني النبات دوت انا بقوم بخلطه بالارض باحد انواع المحاريث المستخدمة لهذا الغرض وهي تسمى المحاريث القلابة يبقى نبات انا بزرعه في الارض وعند مرحلة معينة من مراحل نمو النبات بيتم قلب هذا النبات في الطربة واستخدامه كعنصر سمادي للنبات الموجود او الذي سيتم زراعته في الطربة يبقى نباتات التسميد الاخضر هي عبارة عن نبات عادي خالص بيتم زراعته في الارض وعند مرحلة معينة من مراحل النمو بيتم قلب هذا النبات في الطربة والاستفادة به عند تحلله كعنصر غذائي في داخل الارض لو جينا نشوف مع بعض ما هي مميزات نباتات التسميد الاخضر يعني هنا هل كل النباتات تصلح لكي تصبح نباتات تسميد اخضر لا انا عندي في مجموعة معينة من الاشتراطات يجب توفرها لكي يصبح النبات اللي عندي نبات من نباتات التسميد الاخضر واول جزئية مهمة جدا عندي ان يكون المجال الجزري لهذا النبات نبات او مجال جزري واسع يبقى اول حاجة من الاشتراطات الواجب توفرها في النبات لكي يصبح من محاصيل التسميد الاخضر ان يكون هذا النبات متعمق الجزور طيب إيه الفايدة اللي هتعود علي من نبات أنا بيتم قلبه في الطربة من خاصية عمق الجزور نشوف حاجة كده مع بعض صغيرة وده هنوضحها بمجموعة من الصور بعد شوية لو عندي نبات الجزر بتاعي مجال الانتشار الجزور بتاعي واسع وتم قلب هذا الجزر أو قلب هذا النبات داخل الطربة وجود الجزور عندي هنا هتعمل على تحسين خواص الطربة بتوفير مجال هوائي يعني منطقة انتشار الجزور دي وتشعوبها عند تحلولها هتعمل على تهوية الطربة الخاصة بالنبات الحاجة التانية كلما كان انتشار الجزور بتاعي واسع بيديني أيضا مجال أو نموه خضري قوي يبقى النبات اللي حيستخدم كنبات تسميد أخضر لما يكون المجموعة الجزر بتاعي متعمق حيفيد خواص الطربة وكذلك بيعود هذا على النبات بزيادة معدل النموه الخضري الحاجة التانية والعنصر التاني أن تكون هذه النباتات قليلة الألياف يعني النبات اللي عندي يكون نسبة الألياف اللي فيه قليلة ليه الكلام ده بيحصل؟ عند النباتات أنا بقول احنا نبات تسميد أخضر نبات بيتم قلبه في الطربة ويتم تحلله ويصبح مادة عضوية صلاحة لاستهلاك النبات طيب وجود الألياف في هذا النبات والألياف من ضمن المكونات النباتية التي يصعب تحللها يعني بتاخد فترة أطول وأنا محتاج النبات يضيف عندي كعنصر سمادي في النبات ويتم تحلله بسرعة يبقى هنا المجال الجزري بيكون واسع الألياف داخل هذا النبات كمية الألياف اللي عندي قليل العنصر اللي بعد كده بيكون النبات اللي عندي سريع النمو يعني أستفيد من أكبر حجم من نمو النبات في أقل فترة ممكنة يبقى من ضمن مميزات نباتات التسميد الأخضر أول حاجة إن الجزر بتاعي يكون جزور متعمقة الحاجة التانية إن النبات اللي عندي يكون نبات سريع النمو عشان يديني أكبر حجم ممكن في أقل فترة زمنية الحاجة الثالثة إن الألياف تكون داخل هذا النبات ألياف قليلة أو نسبة الألياف داخل مكونات هذا النبات تكون بنسبة قليلة المميزات اللي بعد كده عندي فيه ميزة مهمة جدا من مميزات نباتات التسميد الأخضر أن تزيد هذه النباتات من تسبيت النيتروجين بالطربة ومن ضمن أشهر هذه النباتات نباتات العائلة البقولي وحنقف هنا برضو في حتة صغيرة ليه أنا أقول نبات بيستخدم كنبات أو بيفضل النباتات التي تستخدم في تسبيت النيتروجين الجوي زي ما بيحصل عن طريق بكتيريا العقد الجزرية الموجودة في مجموعة نباتات العائلة البقولية بمختلف أنواعها سواء كانت محاصيل علاف بقولية أو محاصيل مغطيات طربة بقولية أو محاصيل بزرية بقولية كل هذه النباتات تتميز أيضا بوجود كائنات حية ربنا خلقها بيها موجودة على الجزور بتاعتها اسمها بكتيريا العقد الجزرية تقوم هذه البكتيريا العقد الجزرية بتسبيت أكبر عنصر من عناصر الهواء الجوي اللي هو عنصر النيتروجين وتحوله من صورة غازية غير قابلة لاستخدام النبات إلى عنصر أو فيما يسمى بالصورة الميسرة اللي هي تسمى صورة الأزوت يبقى تقوم هذه البكتيريا بتسبيت عنصر النيتروجين الموجود في الهواء ويعتبر النيتروجين أحد أكبر العناصر الغزائية المكونة للهواء الدوي ويحول هذا النيتروجين إلى المادة السمادية التي تسمى عنصر الأزوت إلا أنا قبل كده في نظام الزراعة العادية أنا ببدأ أضيفه للنبات لزيادة معدل الموجود يبقى هنا من ضمن مميزات النبات التسميد الأخضر أن تقوم هذه النبات تات بتسبيت عنصر النيتروجين الجوي الحاجة اللي بعد كده هل هذه النباتات يفضل أن هي تكون نباتات سطحية يعني ممكن إزالتها من التربة بشكل مباشر لا هنا عندي من ضمن نباتات التسميد الأخضر أيضا أن تحمي التربة من عوامل التعرية يعني أنا بستفيد من نبات التسميد الأخضر أن أنا بزرعه في الأرض وبستفيد بحماية التربة من عوامل التعرية المختلفة ثم يتم إزالة هذا النبات بعد كده مرة تانية بعد كده تساعد في التخلص من الحشاش يبقى من ضمن مميزات نباتات التسميد الأخضر قلنا الجزول متعمقة نسبة الألياف اللي فيها قليلة نبات سريع النمو نبات يثبت النيتروجين الجوي تحمي الطربة من عوامل التعرية تساعد في التخلص من الحشاش طيب ازاي نبات التسميد الأخضر بيساعدني في التخلص من الحشاش احنا هنا بنزرع نبات وعند نمو هذا النبات يتم قلب هذا النبات في الطربة يعني بيتم حرط النبات في الأرض طيب هنا أثناء نمو هذا النبات بتخرج معاه مجموعة من الحشاش وبيتم التخلص من هذه الحشاش الحاجة التانية في بعض نوعيات الحشاش اللي موجودة في الأراضي بتكون حشاش متخصصة معنى حشاشة متخصصة معناها ان هذه الحشاشة لا تنمو الا اذا تم زراعة العائل الخاص به يبقى ايضا من مميزات نباتات التسميد الأخضر انها تساعد في التخلص من الحشاش الموجودة داخل الطربة نشوف مع بعض من ضمن مميزات ايضا نباتات التسميد الأخضر ان تسرع من تحلل بقايا المحاصيل الجافة بالطربة اخر مقطة ان تكون هذه النباتات قليلة التكاليف في زراعة يبقى نباتات التسميد الأخضر زي ما قلنا كتعريف نبات يسمى سماد أخضر هي النباتات بيتم قلبها في الطربة او يتم استهلاكها عند مرحلة معينة ويتم قلبها في الطربة لتوفير العناصر الغذائية اللازمة للنمو والنبات في مجموعة من الاشتراطات يفضل توفير معظمها داخل النباتات المستخدمة كنبات التسميد الأخضر مثل زيادة معدل نمو الجزور وقلة نسبة الألياف سرعة النمو تحن الطربة تساعد في تثبيت النيتروجين الجوي تساعد في تقليل نسبة الحشاش وأن تكون هذه النباتات قليلة التكاليف نشوف مع بعض مجموعة بقى الصور اللي هتوضح ليه الدور اللي بتقوم بيه نباتات التسميد الأخضر احنا لو جينا نبص للصورة اللي قدامنا بتبين لي حاجتي بتبين لي نبات من نباتات التسميد الأخضر ولو جينا نبص ليه معدل النمو الخضري هنا هنلاقي معدل النمو الخضري كسيف وأيضا هنلاقي ان الجزور اللي عندي نباتات الجزور بتاعتها الجزء اللي موجود في الطبقة البنية دي مجموعة أو منطقة مجال انتشار الجزور هنلاقي ان منطقة انتشار الجزور منطقة كبيرة لما بيتم قلب هذا النبات في الطربة بستفيد من المكون الخضري اللي موجود فوق وايضا بستفيد من منطقة مجال انتشار الجزور كأحد المخصبات للتربة في الصورة التانية بتبين بشكل أوسع ازاي بتم زراعة نباتات المخصبات او الاسمدة النباتية بلاحظ هنا النباتات اللي عندي ايضا نموها الخضري قوي وايضا المجموعة الجزل اللي عندي قوي يبقى عندي من ضمن الصور دي هتوضح للمعلومات اللي احنا قلناها احنا قلنا ان كل النباتات او المواصفات النباتات التي تستخدم كنباتات التسميد الاخضر ان يكون المجموعة الجزري قوي وان يكون المجموعة الخضري قوي وان يكون النبات سريع عنه عندي الصورة التانية بتبين لي احد نباتات العائلة البقلية وظاهرة على الجزور اللي عندي القريات دي هي ما يسمى بكتيريا العقد الجزرية التي تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي وتحويله للصورة الميسرة للنبات كمادة سمادي يعني احنا قلنا ايضا من ضمن المميزات ان تكون هذه النباتات او نباتات التسميد الاخضر لها المقدرة على تثبيت النيتروجين الجوي الصورة التانية بتوضح برضو البكتيريا العقد الجزرية بشكل اوضح كل القريات اللي موجودة على المجموع الجزر زي ما احنا شايفين هذه القريات يسمى بكتيريا العقد الجزرية التي تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي وتحويله للصورة الميسرة للنبات في صورة عنصر الازوت طيب هل كمية النيتروجين المثبتة بالتسميد الاخضر بتكون كمية متساوية ولا بتختلف حسب مجموعة من العوامل هلاقي عند كمية النيتروجين المثبتة بالتسميد الاخضر يعني النبات اللي بيقوم بعملية تسميد او تثبيت الازوت الجوي في مجموعة من العوامل التي تؤثر على نسبة التسميد الاخضر اول حاجة عندي فيه حاجة البرسيم الحجازي بيثبت حوالي من 25 الى 65 كيلو جرام نيتروجين للفداد نبات البرسيم الحجازي وهو احد انواع نباتات العائلة البقولية وهو احد انواع الالياف بيقوم هذا النبات بتثبيت ما يعادل من 25 الى 65 كيلو جرام نيتروجين للفداد يعني لو انا عندي ارض تم زراعتها بمحصول البرسيم الحجازي هذه الارض سيتم توفير كمية من 25 الى 65 كيلو جرام من الاسميدة الازوتية الطبيعية التي يقوم محصول البرسيم الحجازي بتثبيتها او تحويل النيتروجين الجوي الى عنصر سمادي لازم للنباتات التي يتم زراعتها في الطربة اذا هنا انا بعمل حاجتين اولا بوفر العنصر السمادي من صورة طبيعية لا تضر بالصحة الانسان والحاجة التانية بوفر على المزارع اللي عندي مبلغ او نفقات كانت تستعد في استخدام الاسميدة الكيميائية الحاجة اللي بعد كده بلاقي عندي في نوع من انواع البرسيم ايضا بيتم استخدامها او اضافتها او تقوم بهذا الدور الموازي لما يقوم به البرسيم الحجازي ما يسمى بالبرسيم المصري يبقى عندي فيه نوعين من انواع النباتات البقولية اللي بتقوم بتثبيت النيتروجين الجوي وهي تعتبر من انواع نباتات التسميد الاخضر البرسيم المصري والبرسيم الحجازي كفاءة عملية تحويل وتثبيت النيتروجين الجوي بتكون افضل في البرسيم الحجازي عنها في البرسيم المصري ولكن البرسيم المصري اذا تم زراعته يمكن استخدام البرسيم المصري في فصل الشتاء بيديني نفس المعدل تقريبا حوالي من 25 الى 65 كيلو جرام من النيتروجين الجوي لو جينا نشوف مع بعض الصور اللي بتوضح معايا نبات البرسيم المصري عشان نفرق ما بين نبات البرسيم المصري ونبات البرسيم الحجازي نبات البرسيم المصري هو نبات من محاصيل الاعلاف الشتوية بيكون نبات كسيف النمو ويفضل اضافته في الدورة الزراعية كجزء قبل زراعة محصول القطن وعند الصورة التانية برضو بتوضح نبات البرسيم المصري طيب ايه الفرق ما بين نبات البرسيم المصري ونبات البرسيم الحجازي ده ما نشوفه في الصورة التانية الصورة التانية بتتمييل نبات البرسيم الحجازي في مرحلة النمو ومرحلة خروج الزهار عليه نبات البرسيم الحجازي بيعتبر من محاصيل الأعلاف وبيتم استخدام حشة واحدة وبيممكن أن أستخدم هذا النبات كنبات تسميد أخضر ويتم قلبه في الترب طيب كمية النيتروجين المثبتة بالتسميد الأخضر بلاقي عندي فيه عندي محاصيل الرعي البقلية وعندي محاصيل العلف البقلية وعندي محاصيل البذور البقلية أيهما أفضل كنبات من نباتات التسميد الأخضر يفضل عندي لو جينا نحطهم فيه درجات حلائي نباتة المحصول الرعي البقولي بيفضل وبيديني كمية أكبر من عناصر النيتروجين عنها عن محاصيل الأعلاف البقلية عنها عن محاصيل البذور البقلية يبقى كل نوع من أنواع النباتات العيلة البقلية تقوم بتثبيت النيتروجين الجوي ولكن الأفضل على الإطلاق محاصيل الرعي البقلية بتديني كمية أكبر يليها محاصيل الأعلاف البقلية بيليها في الدرجة الثالثة محاصيل البذور البقلية يبقى كمية النيتروجين التي يتم تثبتها داخل بكتيريا العقد أو باستخدام بكتيريا العقد الجزرية داخل الطربة بتختلف حسب نوع المحصول البقلي فبلاقي محاصيل الرعي البقولي أفضل من محاصيل الأعلاف البقولية ومحاصيل الأعلاف البقولية أفضل من محاصيل البزور البقولي عندي أيضا لو جينا نعمل عملية حش لمحاصيل العلف عدة مرات قبل تقلبها بالطربة بتقل كمية النيتروجين المثبت يعني أنا هنا لو استخدمت محصول البرسيم المصري كما يتم داخل الدورة الزراعية وقبل زراعة محصول القطن بيتم زراعة المحصول البرسيم المصري ولو أخدت من هذا المحصول أكتر من حشة قبل استخدامه كنبات تسميد أخضر فبلاقي أن كمية أو المعدل هذا النبات لتثبيت النيتروجين الجوي بتقل عن لو أنا تم قلب النبات أو استخدامه قبل حشه في عملية التسميد الأخضر يبقى هنا من أشهر نباتات التسميد الأخضر نباتات العائلة البقلية وقلنا بتتميز العائلة البقلية بأنه هي فيها ثلاث أنواع من النباتات فيه نباتات محاصيل رعي بقلية وعندي محاصيل أعلاف بقلية وعندي محاصيل بزور بقلية أيهما أفضل لو جينا نستخدم أنا كراجل شغال في مجال الانتاج الزراع الحيوي أنا لو عايز محتاج محصول سميد أخضر وهستعين بأحد نباتات العائلة البقلية بيفضل استخدام نباتات الرعي البقلية عن نباتات محاصيل الأعلاف البقلية ومحاصيل الأعلاف البقلية بتفضل عن محاصيل البزور البقلية لو جينا نشوف برضو أيضا من ضمن العوامل التي تؤثر على كمية النيتروجين المسبتة بالتسميد الأخضر بلاقي عندي أن المحصول اللي بتم زراعته عقب نباتات التسميد الأخضر بيستهلك من 20 إلى 50% من النيتروجين المسبت في التربة معنى كده إيه؟ معناه أن أنا بستفيد من نبات اللي أنا هستخدمه في محصول التسميد الأخضر النبات البقولي أنا بزرعه بيوفر كمية من السماد بتساعد في نمو النباتات التي يتم زراعتها بعد كده وهذا النبات أيضا بيقوم به كعنصر سمادي للتربة طيب زراعة المحاصيل البقلية لتثبيت النيتروجين الجو حلقة عندي إيه؟ حلقة بيزداد من معدل نمو المحاصيل الغير بقلية التي تزرع عقب المحاصيل البقلية يعني أنا هنا لو أنا في الدورة الزراعية بتاعتي لو أنا بستخدم نباتات في العروة الشتوية والعروة الصيفية نباتات متبادلة مع بعضها في حالة زراعة نباتات العائلة النجيلية متبادلة مع بعضها ومتعاقبة مع بعضها بلاقي لو أنا زراعت قبل المحصول النجيلي أحد أنواع المحاصيل البقلية بلاقي أن معدل نمو هذا المحصول النجيلي بيكون أفضل لما أزرعه بعد محصول البقلية يبقى يفضل عندي لو أنا بستخدم في مجال الزراعة الحيوية أنا قلت هنا في مجال الزراعة الحيوية أنا بعظم موارد البيئة الطبيعية وبستفيد من مكونات البيئة الطبيعية لأعلى درجة ممكنة فيفضل عندي لو حيتم عندي اتباع نظام الدورة الزراعية سيتم زراعة محصول بقولي يليه محصول نجيلي أو العكس يعني أنا لو حستخدم محصول بقولي في العروة الشتوية يتم تابعه أو بعده زراعة محصول من محاصيل العائلة النجيلي ولو حزرع محصول نجيلي في العائلة أو في العروة الشتوية يتم زراعة محصول بقولي في العروة الصيفية الحاجة اللي بعد كده يفضل زراعة المحاصيل البقلية التي تتميز بكسافة النمو قبل محاصيل الحبوب لتوفر التغطية والتسميد الأخضر يبقى هنا لو جينا نبص لأنواع الأسميد الخضراء اللي احنا تكلمنا عليها قلنا نبات التسميد الأخضر نبات عند مرحلة معينة من مراحل النمو بيتم قلبه داخل التربة وقلنا في مجموعة معينة من الاشتراطات يجب توفرها في محاصيل التسميد الأخضر قلنا النبات تكون سريع النمو نبات المجموعة الجزر بتاعه قوي نبات المجموعة الخضر قوي نسبة الألياف في هذا النبات تكون قليلة يقوم هذا النبات بتثبيت عنصر النيتروجين الجوي نقول بيتستخدم نباتات العائلة البقولية كأحد أنواع النباتات المستخدمة كنباتات التسميد الأخضر ووضحنا مع بعض إزاي في نسبة بتختلف ما بين النباتات العائلة البقولية المختلفة كنسبة في تثبيت النيتروجين الجوي ووضحنا بالمثال نبات الباسيم الحجازي أنه بيوفر حوالي من 25 ل 65 كيلو جرام من الأزوت بيتم تثبيتها في الطربة للفدان عن طريق بكتيريا العقد الجزرية ووضحنا أننا ممكن أستخدم بديل للبرسيم الحجازي نبات البرسيم المصر حنشوف مع بعض ما هي أهم الأسباب التي تقلل نسبة النيتروجين المثبت بالتسميد الأخضر يعني هل النسبة اللي عندي بتقل أو بتزيد أو النسبة اللي عندي بتقل أو بتزيد حسب مجموعة من العوامل أول حاجة قلة مياه الري أو العطش عند زراعة أحد المحاصيل البقولية ويتعرض هذا النبات للعطش لأي سبب يجب عند هذه المرحلة نهاية أو يتم الإسراع في قلب هذا النبات بالطربة والاستفادة فيه كنبات تسميد الأخضر يعني أنا لو سبتوا بعد تعرض هذا النبات للعطش بتقل كمية النيتروجين الموجودة بهذا النبات يبقى يفضل عند تعرض نباتات المستخدمة كمحاصيل تسميد الأخضر عند تعرضها للعطش يتم قلبها في التربة مباشرة الحاجة الثانية نقص عنصر الفسفور أو السماد البلد هنا في نقطة مهمة جدا عند استخدام نباتات العائلة البقولية كأحد أنواع الأسمدة الخضراء يجب علي حاجتين مهمين جدا أنا رأيهم أنا بستخدم نبات كسمات حيوي ولكن أنا محتاج أعمل حاجتين مهمين جدا أضيف للتربة بتاعتي عند زراعة هذا النبات عنصر البوتاسيام وأضيف أيضا للتربة بتاعتي أيضا عنصر الفسفور وممكن الاستفادة ببعض أنواع الأسمدة البلدية كأحد أنواع المنشطات التي تساعد هذا النبات في تثبيت النيتروجين الجو يبقى نسبة تثبيت النيتروجين الجوي تختلف حسب تعرض النبات للعطش أو توفر الميا توفر عنصر البوتاسيام أو توفر الأسمدة العضوية وأيضا عندي توفر عنصر البوتاسيام يبقى لو أنا هستخدم أحد أنواع المحاصيل البقولية كأحد أنواع التسميد الأخضر يفضل عندي أن أنا أضيف سمات عضوي قبل زراعة هذا النبات أو النبات العائلة البقولية كأحد أنواع المستخدمة في التسميد الأخضر وأيضا يفضل إضافة عنصر البوتاسيام وأيضا إضافة عنصر الفسفور وهذه العناصر تشجع بكتيريا العقد الجزرية على تحويل الأزوت الجوي أو نيتروجين الجوي إلى عنصر الأزوت نشوف مع بعض تأثير نسب تقليب المحاصيل البقولية على نسب النيتروجين المسبت يعني هل النبات اللي بيتم تقليبه في الطربة بصورة كاملة زي النبات اللي بيتم تقليبه بصورة جزئية زي النبات اللي بيتم حشه عدة حشات وبيتم استخدامه كأحد نباتات التسميد الأخطر حلاقي لو أنا استخدمت النبات كامل أو بنسبة تصل إلى من خمسين إلى مية في المية في الطربة بيوفر حوالي خمسة وستين كيلو جرام من النيتروجين للفداء يبقى هنا لو أنا استخدمت النبات بالكامل عند مرحلة قبل اجتمال النمو وتم تقليب هذا النبات بكامله داخل الطربة وفر عندي قد ايه؟ وفر عندي حوالي خمسة وستين كيلو جرام من النيتروجين طب لو أنا أخذت جزئيا يعني أنا استفدت بحشة من النبات أو تم زي ما بيحصل فيه محاصيل الأعلاف تم الاستفادة بجزء الخاص بالنمو الخضري وتغذية الحيوانات عليه واكتفيت إن أنا بجزء بنسبة حوالي خمسين في المية من قيمة النبات أو خمسين في المية من النبات وتم تقليبها في الطربة فبلاء الفدان اللي عندي بيوفر حوالي ستة واربعين كيلو جرام من الأزود بتقل هذه النسبة لو أنا استخدمت عشرين في المية فقط من النبات ودي بيتم فيه محاصيل الأعلاف اللي بيتم حشة أكتر من حشة فبلاء إن نسبة النيتروجين بتقل إلى 9 كيلو جرام للفدان يبقى هنا تأثير نسبة تقليب عناصر أو نباتات العائلة البقلية على نسبة النيتروجين المثبت إحنا لما نعرض الكلام ده هعرف بقى والله أنا حوازن ما بين حكتين هل أنا محتاج النبات اللي عندي كأحد محاصيل الأعلاف بيتم أخذ أكتر من حشة فيه وبعد كده بيتم الاستفادة من الجزء المتبقي في هذا النبات بتقليبه في الطربة والاستفادة منه في تثبيت النيتروجين الجوي فبلاء عندي النسبة بتصل إلى حوالي 9 كيلو جرام للفدان طيب لو أنا محتاج أعظم نسبة النيتروجين المثبتة في الطربة ومش محتاج هذا النبات في استخدامه كنوع من أنواع الأعلاف فبيتم تقليب النبات بالكامل أو زي ما أنا وضحنا بنسبة بتصل من 50 إلى 100% فبلاء النبات عندي بيوفر حوالي 65 كيلو جرام من النيتروجين الجوي ايه هي بقى العوامل اللي أنا بستخدمها أو بتؤثر عندي في زيادة كمية النيتروجين المثبتة في نباتات التسميد الأخضر عندي نبات أنا استخدمته كنبات تسميد أخضر ايه هي العوامل اللي أنا برعيها عشان أزود نسبة أو أزود كمية معدل السماد الأخضر أو معدل الاستفادة من تسبيت النيتروجين الجوي أول حاجة زيادة ساعة التسبيت النيتروجيني بطرق التربية كلام ده معناه ايه؟ معناه أننا بأستنبط سلالات في مراكز الأبحاث بتكون لها المقدرة على زيادة معدل تسبيت النيتروجين في الطربة يعني بأستنبط سلالات معينة هذه السلالات تكون لها المقدرة على تسبيت النيتروجين الجوي بنسبة أكبر من مثيلتها يعني نبات عندي صنف بيفضل استخدامه كنبات تسبيت أخضر تم استنبطه في مراكز الأبحاث بيقوم هذا النبات بتسبيت النيتروجين بكمية أكبر من النباتات الأخرى يبقى أول حاجة زيادة ساعة التسبيت عن طريق برامج التربية الحاجة التانية زيادة تركيز النيتروجين بزيادة تحسين الساعة النيتروجينية بإضافة النيتروجين للطربة يعني هنا أبعمل إيه؟ أضيف عنصر النيتروجين كعنصر محفز للنبات داخل الطربة بما يساعد بكتيريا العقد الجزرية على تسبيت عنصر النيتروجين يبقى في أول حاجة عشان أزود كمية النيتروجين بأستنبط سلالات جديدة وبزوج ساعة تسبيت النيتروجين بإضافة النيتروجين للطربة وأيضا يتم الاهتمام بعمليات الخدمة المختلفة على نباتات العائلة التي يتم زراعتها أو النباتات التي يتم زراعتها كمحصول تسميد أخضر هنا في نقطة هل عمليات الخدمة تقتصر فقط على المحاصيل الانتاجية؟ يعني أنا لما جهز التربة بتاعتي يفضل حرط الأرض حرط جيد وتسميدها وتشمسها وتعرضها لدرجة الحرارة وتهوية التربة بما يساعد على انتشار نمو الجذور بشكل جيد زي ما احنا وضحنا إن كل لما يبقى المجال الجزر جيد بيديني النمو خضر جيد وبيفضل بيديني كمية من الأسميد النيتروجينية بتكون كمية أكبر عشان أزود معدل التسميد أو تسبيت النيتروجين في التربة بيفضل استنباط الأصناف الحديثة استخدام عنصر النيتروجين كعنصر محفز للتربة أو محفز للنبات على تسبيت النيتروجين وأيضا الاهتمام بعمليات الخدمة نجي نشوف بعد كده الجزئية المهمة جدا عندي الحرس العميق بالأراضي الخفيفة عن الأراضي السقيلة الجزئية هنا دي لو أنا حيتم عندي الأراضي بتاعتي أراضي خفيفة وعندي فيها نبات حيستخدمه كنبات تسميد أخضر يفضل أن يتم حرس الأرض حرس عميق لو كانت أراضي خفيفة عن لو كانت الأراضي اللي عندي أراضي تقيلة ليه؟ الأراضي الخفيفة بتتميز بأن القوام بتاعها قوام خفيف وأنا محتاج النبات اللي عندي بيتم كمره داخل الأرض حتى يتم تحلله والاستفادة من المادة العضوية اللي موجودة فيه يبقى الأراضي الطينية حرس خفيف لو الأراضي اللي عندي أراضي رملية حيكون الأرض اللي عندي أو يتم الحرس حرس عميق حتى يتم دفن كل مكونات نبات التسميد الأخضر للاستفادة به أكبر استفادة الحاجة الثانية لا تتم عقب أو يتم الزراعة عقب الخلط مباشرة إيه اللي بيحصل؟ في عندي نوع من أنواع الفطريات هذا الفطر بيسبب موت البادرات بينشط هذا الفطر إحنا بنوضح مع بعض نبات تم قلبه في الطربة عند تحلله إذن هنا بينتج عندي منسببات مرضية أو بعض أنواع الفطريات وأشهرها فطر موت البادرات لو تم زراعة نبات عقب نباتات التسميد الأخضر مباشرة قبل أن يتم تحللها بيبقى عندي في مشكلة لازم أسيب الأرض بتاعتي حتى تنشط المايكروبات المضادة لهذا الفطر الذي يسبب موت البادرات يبقى برضو من ضمن العوامل المهمة جدا ألا يتم زراعة النباتات عقب خلط محاصيل التسميد الأخضر بالتربة مباشرة والنقطة دي مهمة جدا لازم تكون موضوعها في الحسبان أنا لما بستخدم نبات تسميد أخضر ويتم قلب هذا النبات في الطربة يجب علي أن أنا أسيب مساحة من الزمن أو فترة تكفي للقضاء أو نموهم كائنات حية تضاد الفطر المسبب لموت البادرات الحاجة اللي بعد كده أو العنصر التاني اللي هنتكلم عنه هي الأسمدة العضوية يبقى احنا في الجزء اللي اتكلمنا فيه مع بعض تكلمنا على أول نوع من أنواع الأسمدة المستخدمة في الزراعة الحيوية فيما يسمى بمحاصيل التسميد الأخضر تسميد أخضر زي ما احنا وضحنا نبات بيتم زراعته في الأرض وبيتم قلبه في الطربة للاستفادة بمكوناته كعنصر سمادي موجود داخل الأرض عرفنا ايه هي الشروط الواجب توفرها فيه وزي النباتات بيتم تثبيت النيتروجين الجوي وما هي العوامل المؤثرة على نسبة أو تثبيت النيتروجين الجوي النوع التاني من أنواع الأسمدة المستخدمة في الزراعة الحيوية ما يسمى بالأسمدة العضوية سماد عضوي معناه أنا بأجيب أو باستخدم مخلفات أن الحيوانات اللي موجودة في المزرعة بعد خلطها أو بعد اختلاطها بجزء من الفرشة يبقى في الأسمدة الخضراء قلنا نباتات بيتم خلطها في الطربة عند الأسمدة العضوية هي مخلفات نباتية وحيوانية يتم إعادتها للطربة للمحافظة على خصوبتها وزيادة نشاطها الميكروبي يبقى هنا مخلفات نباتية وحيوانية بيتم إعادتها للطربة بغرض المحافظة على خصوبة الطربة معنى الكلام ده إيه؟ معناها أن أنا بأستخدم أحد عوامل الفرشة تحت النباتات سواء كانت أشرز سواء كانت رمل سواء كانت طربة طينية وبيتم خلطها بمخلفات الحيوانات اللي موجودة اللي عندي بمختلف أنواعها وده هنوضحه بعد شوية في أنواع الأسمدة العضوية وبعد كده بيشيل هذه الأسمدة وبيتم خلطها في الطربة كأحد أنواع العناصر الغذائية الطبيعية أو أحد أنواع أو مصادر التسميد الطبيعي التي لا تضر بالطربة يبقى أسمدة العضوية هي المخلفات النباتية والحيوانية التي يتم إعادتها للطربة للمحافظة على خصوبتها وزيادة نشاطها الميكروبي أول حاجة ما يراعى عند استخدام الأسمدة العضوية عدم تراكم العناصر السقيلة للمخلفات الحيوانية وده بيحصل إزاي؟ عندي مخلفات نباتية وحيوانية بيتم وجودها في الأرض أو يتم إعادة تدويرها كأحد أنواع أو أحد المكونات الطبيعية للمحافظة على البيئة بشترط عندي هنا من ضمن الاشتراطات ألا يتم استخدام المخلفات الطازجة يعني مخلفات الحيوانات الطازجة لا يتم استخدامها حتى لا تضر بصحة النبات للتوفير أو وجود العناصر السقيلة أنا بتغلب على الكلام ده إزاي؟ أن بيتم تخزين الأسميدة العضوية فترة بتصل إلى حوالي ثلاثة شهور قبل إجراءها أو قبل استخدامها في عملية إزرع أما أنواع الأسميدة العضوية السماد العضوي بيختلف حسب مجموعة من العوامل أول عامل أنا ممكن يختلف حسب نوع الفرشة اللي بيتم فرشها للحيوان وأيضا يختلف السماد العضوي حسب نوع الحيوان اللي موجود داخل المزرعة فأول أنواع الأسميدة العضوية السماد البلدي أو سماد المزرعة عندي من ضمن الأسميدة العضوية سواء سماد يسمى سماد الجوانو وعندي سماد الكمبوست وعندي سماد مخلفات البيوكاس يبقى الأسميدة العضوية اللي احنا هنتكلم عليها أربع أنواع سماد البلدي وسماد المزرعة سماد الجوانو سماد الكمبوست سماد مخلفات البيوكاس ناخد أول نوع من أنواع الأسمداء الأسمداء البلدي السمداء البلدي عبارة عن مخلفات الحيوانات والدواجن مختلطة ببعض الفرشة سواء كانت طراب أو رمل أو أشرز يبقى السمداء البلدي مخلفات الحيوان بعد اختلاطها بالفرشة اللي كانت موجودة تحت الحيوان سواء كانت طراب أو رمل أو أشرز طيب الأسمة البلدية دي بيسمى السماد البلدي باسم الحيوان اللي أنا استخدمته أو كان موجود عندي في المزرعة بمعنى إيه؟ لو أنا بستخدم أو عندي المزرعة بتاعت فيها أبقار فبسمي السماد ده سماد أبقار لو عندي أغنام فبسمي السماد اللي عندي سماد غنم لو عندي طيور من الطيور الداجنة فبسمي السماد اللي عندي سماد الدواجن لو عندي موجود في أحد أنواع المزارع بيتم تربية الخنزير بداخلها فالسماد اللي عندي بيسمى سماد الخنزير يبقى هنا السماد البلدي بيسمى باسم الحيوان اللي موجود عليه يعني لو أنا عندي هنا هذه صورة بتبين معايا نبات أو الخلطة أو الفرشة وأحد أنواع حيوانات المزرعة في الصورة الثانية أيضا أحد أنواع الأبقار أو الجموس يبقى دي برضو من ضمن الحيوانات اللي بتستخدم لإنتاج الأسمدة العضوية أو الأسمدة البلدية وعندي أيضا هذه الحزيرة بتمثل أحد أنواع حزائر الخنزير دي لو موجودة في بعض أنواع المزارع فبيسمى السماد العضوي اللي موجود عندي سماد الخنزير ولو كانت المزرعة اللي عندي مزرعة أغنام فبيسمى السماد اللي عندي سماد الأغنام ولو كانت المزرعة فيها طيور داجنة فبيسمى السماد اللي عندي سماد الدواجن ولو عندي أيضا حمام فبيسمى عندي السماد العضوي أو السماد البلدي سماد الحمام يبقى الأسمدة البلدية أو الأسمدة العضوية نوع من أنواع الأسمدة المستخدمة في التسميد الحيوي لأن أنا ما ضفتش مركبات كيميائية خارجة من النباة من برة أو نتيجة عمليات التصنيع السماد البلدي أو السماد العضوي هو عبارة عن مخلفات نباتية وحيوانية يتم إضافتها بعد تحللها زي ما احنا وضحنا أن يفضل لا يستخدام هذه الأسمدة بعد مرور ثلاثة أشهر من إنتاجها حتى يتم تقليل نسبة العناصر السقيلة اللي موجودة فيها وما بيتمش أو لا تضر بالطربة وضحنا مع بعض أن السماد العضوي أو السماد البلدي بيسمى باسم الحيوان اللي مربى داخل المزرعة بمختلف أنواع مختلفة سواء كانت دواجن فبيسمى سماد الدجاج لو كانت حمام فبيسمى سماد الحمام لو كانت المزرعة اللي عندي بيتربي نبات أو مجموعة من الأغنام فبيسمى سماد الأغنام لو كانت عندي مجموعة من الأبقار والجموس فبيسمى سماد الأبقار وسماد الجموس طيب هنا في ملحوظة مهمة جدا عند تخزين السماد البلدي بلاحظ عندي ارتفاع درجة الحرارة اي كومة من اكوام السماد احنا بنقول ان لازم ان انا اخزينه فترة قد ايه فترة حوالي 3 شهور اي حد من اللي شغال في مجال الانتاج الزراعي عندما يكون في مادة عضوية مخزنة بلاحظ عندي ان هذه المادة او هذه الكومة من السماد بترتفع درجة حرارتها بشكل منحوظ والكلام ده بتأكد منه لو انا فتحت هذه الكومة بلاقي ان درجة الحرارة بتاعتها مرتفعة فعلا من الداخل هل ارتفاع درجة الحرارة بيؤثر على فقد العناصر الغذائية اللي موجودة داخل هذه الكومة من السماد فعلا بلاحظ عندي ان المادة العضوية بتقل نسبتها نتيجة التحللات التي تحدث داخل كومة السماد البلدي ولكن عندي هذه العملية من عملات التحلل لما بيتم تحلل المادة العضوية بتسداد عندي نسبة المواد المعدنية يعني عند تخزين السماد العضوي الفترة اللي احنا قلنا عليها حوالي 3 شهور بتتحلل المادة العضوية يعني الى مادة معدنية يبقى هنا انا بيقل عندي نسبة المادة العضوية وتزداد مقابل لها نسبة المواد المعدنية كعناصر سمادية يجب علي عند استخدام الاسمدة البلدية او الاسمدة العضوية يتم تخزين هذه الاسمدة لفترة تصل الى حوالي 3 شهور وبالرغم من هذه الفترة بيتم قلة محتوى الكومة السمادية او هذا السماد من العناصر العضوية ولكن محتواها من العناصر المعدنية بيكون مرتفعة تاب هنا سؤال نسبة العناصر الغذائية اللي موجودة داخل السماد العضوي او السماد البلدي بتختلف من حيوان الى اخر؟ يعني هل القيمة السمادية للسماد الناتج عن حيوانات المزرعة الكبيرة كالابقار والجموس بتتساوى في قيمتها مع السماد الناتج عن حيوانات المزرعة الاقل في الحجم زي الاغنام والماعز او لو نزلنا لدرجة او حجم اصغر شوية زي السماد الناتج عن الدجاج والحمام فبلاحظ عندي في مجموعة من العوامل تؤثر على نسبة او كمية العناصر الغذائية داخل السماد العضوي نشوف مع بعض محتوى السماد البلدي من العناصر المغسية حلاقي عندي بيختلف السماد حسب نوع الحيوان حلاقي عندي كلما كانت حيوانات المزرعة اصغر في الحجم بيزداد قيمة او محتوى السماد البلدي من العناصر الغذائية يبقى الحيوانات اللي عندي الصغيرة بلاقي ان السماد الناتج عنها سماد بيكون كمية العناصر اللي فيه قليلة يبقى هنا من ضمن العوامل التي تؤثر على معدل العناصر الغذائية داخل النبات او داخل عناصر الغذائية داخل السماد البلدي نوع الحيوان اللي عندي كلما كان حيوان اصغر بلاقي ان معدل نسبة حجمه اصغر بلاقي كمية العناصر الغذائية اكبر عندي الحيوان لو عندي كان حيوان كبير في العمر بيكون نسبة العناصر الغذائية عندي بتكون ايضا اكبر لو كان النبات او الحيوان اللي عندي حيوان صغير في العمر احنا هنا تعرضنا مع بعض لنوعين مهمين جدا من انواع الاسمدة المستخدمة في مجال التسميد الحيوي الاسمدة الخضراء واتكلمنا عن الاسمدة العضوية ان شاء الله في عندي مخلفات البيوجاز وكاحد انواع الاسمدة العضوية ودي ان شاء الله هتكون موضع حلقة في بداية حلقات التلمي التاني نشكركم على حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته